بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتب الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وعبيده طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر لنا في كتاب النكاح الولاية في عقد النكاح ودلل على شرطها ومشروعيتها ثم عقبه بذكر الكفاءة في النكاح ذكر الولاية وذكر الكفاءة ثم عقد هنا فصل فصل في قادح من القوادح التي تقدح في الولاية وتقدح في الكفاءة ألا وهي أو ألا وهو قادح الرق قادح الرق والرق كما يقول الفقهاء هو فرع عن الكفر الرق فرع عن الكفر لهذا يعرفه الفقهاء بأن الرق هو عبارة عن عجز حكمي سببه الكفر عجز حكمي سببه الكفر طيب ما معنى هذا الكلام لما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك شرائع تدين بها الأرض كلها هذه الشرائع منها ما هو من أهل الكتاب أو أصله كتاب ومنها ما ابتكره الناس ابتداعا وتحريفا من بين ما وجد حتى في الشرائع الأولى مسألة العبيد والرق وكان هذا الباب مفتوح على مصرعيه قبل الإسلام ولكن لما جاء الإسلام لم يقضي عليه ولم يستعصله وإنما ضيقه فعندنا الرق في الإسلام لا يدخل إلا من باب وحد وهو باب من غنم في الجهاد يعني إذا استفى الكفار مع المسلمون وكانت الغلبة للمسلمين فإن من أسر منهم كان للإمام الخيار إما أن يرقهم أو يفديهم أو يقتلهم على حسب المصلحة كما جاء في القرآن فإذا الرق لا يدخل عندنا في الدين إلا من هذا الباب وأما ما وجد في الجاهلية من سرقة كأن يسرق الرجل ويباع لهذا جاء في الصحيحين إن من أشد بغضا لله تعالى أن يبيع الرجل الرجل الحرة ويأكل ثمنه واضح؟ فإذن عندنا في الإسلام لا يدخل الرق إلا من هذا إذا أردنا أن نتكلم على هذه المسألة ننتكلم والإسلام موجود في الأمم السابقة إلى بداية القرن هذا يعني ليس بالبعيد أن باب الرق عندهم له أبواب كثيرة من بينها كما في عند اليهود والنصارى إذا زاد الدين على الرجل ولم يسدده فإن لصاحب المدينة أن يرق من عليه الدين واضح؟ لكن عندنا في الشرع لا يوجد إلا هذا إيش إلا هذا الباب وفي المقابل نجد أن الشرع جعل منافذ كثيرة للخروج منه فجعل كل كفارات الشرع عندنا أولها الرق فتحريره رقبة حتى كفارة اليمين فتحريره رقبة في الضهار كفارة يمين كذا في القتل عتق رقبة واضح؟ فإذن الرق يدخل عندنا من باب واحد ويخرج من عدة أبواب فهذا دليل على أن الإسلام يتشوف للحرية طيب وأقر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه المسألة ومما ملكت الأيمان كما هو مصرح في غير آية من القرآن في بداية هذا القرن جاءت جاءت مسألة التحرير العبيد ونزل قرار في الأمم المتحدة ومسألة كبيرة وأمر العبيد بأن يفروا من أصحابهم وفر جميع الناس وأخذوا الحرية سلبا وهذه في بداية القرن القرن هذا ليس بالبعيد بل في أوليات القرن في وقتنا الآن ما بقي إلا النادر في بعض المناطق لكن هذه المسألة على وضعها الوضع الحالي نتجت عندنا في الفقه مسألة عويصة مسألة عويصة ومن العجب هذه المسألة أنني أنا سئلت في حكمه وهي أن العبيد في هذا الوقت يعني أنا أذكر أجداد كان لهم عبيد يعني ليس بالبعيد طيب لما جاء القرار هذا بأن الناس بأن لا يوجد هناك عبودية وأن الناس سياني ففر العبيد من أسيادهم والآن ما صار في الظاهر عبيد طيب هذا الذي فر من سيده من الناحية الشرعية هو ليس بحر لأن العبد الآبق لا يتبت له الحرية بفراره واضح فالسؤال الذي جاء وهو أن كثير من الناس الآن أصولهم عبيد فكيف هؤلاء الآن يتزوجون وكيف يتولون واضح فهي يتزوجون من غيرهم ويبيعون ويملكون رغم أن العبد وهو ونسله كله إلى سيده فاختلطت الأنساب وهذه مسألة مقلقة وإذا تصورت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها سبحان الله تجد هذا المعنى موجود في ضمن هذه الإشارة وإن كان لم يذكرها أهل الحديث من الشراح في ذلك أن تلد الأمة ربتها فكانت المرأة عبيدة عبدة فحررت قهرا وقصرا فتزوجت وأنجبت وصار الآخر في الظاهر هي أبناؤها في الظاهر أحرار فقد ولدت الأمة ربتها أي كأنه يقول أن تلد الأمة الحرة واضح وهذه مسألة يعني ينبني عليها أحرار الأنساب وينبني عليها انتقال الأموال وكذا فهي مسألة إيش مسألة مقلقة طيب لهذا كتب الفقهاء كلهم لا تخلو من هذا الباب وهو إيش التنبيه على أحكام العبيد وأحكام الإيماء ونجد أن الله في القرآن الذي جعله يطلع إلى يوم القيامة يوجد فيه هذا أو ما ملكت أيمانكم وتحرير رقب فلا يمكن أن تتعطل جميع هذه الأحكام وعدم وجوده الآن لا يقتضي أننا لا ندرس أحكامه عدم الوجود لا يقتضي إيش لا يقتضي عدم لأن أول فائدة في العلم هي أخذ الأجر بعدين العمل به ثمرة من الثمار ليس شرط العلمي أن تعمل وإنما شرط العلمي أن تؤجر على تعليمه واضح وكما قال الحسن البصري لو أننا لا نتعلم إلا ما نعمل لتركنا كل العلم واضح طيب نرجع إلى هذه المسألة المصنف عقد فيها فصل وهي مسألة العبيد والإماء كيف حكمهم في الزواج فلما تكلم بأن الأب يزوج أبناءه والأب يزوج بناته جاءت طيب وإذا كان للأبي إماء وعبيدا فهل يزوجهم قال المصنف قال وللسيد تزوج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزوج أمة موليته موليته طيب قال المصنف وللسيد أن يزوج عبيده وإماءه الصغار وله أن يزوج أمة زوجته طيب هنا عندنا فصلا الفصل الأول إذا نظرت إلى العبيد فهم على قسمين إما أن يكون رجل وإما أن تكون امرأة وكل من القسمين إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا فإذن عندنا أربعة اتفق الفقهاء على ثلاثة مسائل وهي كما قال ابن المندر وابن القدامى وغيرهم إجمع العلماء على أن السيد له أن يزوج أمته الصغيرة وأمته الكبيرة وعبده الصغير فهذه المسائل وقع فيها الاتفاق فيجوز للسيد أن يزوج يعني جبرا من عبده الصغير وأمته الصغيرة وأمته الكبيرة طيب يبقى معنا قسم واحد وهو الكبير هل يرغمه على الزواج أم لا خلاف سوف نتطرق إليه نبدأ الآن ندخل في المسائل الاتفاق واضح طيب إذا قلنا لماذا يجبرهم على ذلك فنقول أما بالنسبة لعبده الصغير فبما أنه يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير فمن باب أولى أن يزوج عبده ودللنا لمسألة الابن واضح يبقى لنا الأما الصغيرة والكبيرة فهذه ملكه وهو يملك منها الاستمتاع واضح ويملك أن يبيعها ويملك أن يستأجرها فجاز له كذلك أن ينكحها لأي رجل شاء وهذا باتفاق العلماء واضح طيب تبقى معنا مسألة هل يزوج عبده الكبير سنأتي إليه واضح المسألة الأولى هذا الفصل الأول طيب نأتي إلى الفصل الأول الفصل الثاني قلنا السيد أن يكون سيد وله أربعة إذا عكسنا إذا لم يكن سيد كانت امرأة امرأة ولها عبد امرأة ولها أنثى فما هو الحكم قال المصنف وللسيد أن يزوج أمت زوجته يوحي بذلك كأن المرأة لا تلي عقد نكاح وليتها واضح واضح المسألة طيب المرأة إذا قسمنا كذلك التقسيمات الأمر الذكر والأنت الكبير ليس لنا عندنا فيه إشكال لأن الرجل المرأة تقول له تزوج فيتزوج لأن العبد يصح أن يلي عقد نكاحه إذا فوض إليه لأنه رجل ولكن المرأة لا تلي عقد نكاحها طيب سيدتها هل تلي قال المصنف لا هنا وقع عندنا الخلاف بين الفقهاء هل المرأة تزوج أمتها أم لا السادة الحنفية رحمة الله عليهم وعلى إمتنا ليس عندهم إشكال فيقولون يجوز للسيدة أن تزوج أمتها لأن عندهم أصلا يجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها فكونها تلي عقد نكاح تملك من باب أولى واضح طيب الجمهور يقولون وهم الآئمة الثلاث السادة المالكية والسادة الحنفية والسادة الشافعية والسادة الحنابي لرحمة الله على أئمتنا يقولون إن المرأة لا تلي عقد النكاح مطلقا واضح طيب إذا كانت لا تلي عقد النكاح فما هو الحكم من يلي عقد النكاح هنا عندنا عندنا خلاف في ذلك فبعضهم قال المرأة لا تلي عقد النكاح فإذا لمن ينتقل قالوا ينتقل إلى أولياء السيدة كأبيها وأخيها ليس الزوج لأن الزوج ليس من الأولياء بالنسبة للمرأة يعني افرض افرض هذه الأمة نزلها منزلة السيدة ومن يزوج السيدة يزوج الأمة واضح وهذا مذهب السادة الشافعية رحمة الله عليهم إذ قالوا أن الأمر هنا أمر نكاح واشتراط ولاية فإذا تعدلت الولاية في السيدة انتقلت إلى الولاية الأصلية فإذا كانت السيدة لها أب فهو أولى الناس بتزويج الأمة واضح وذهب طائفا من الفقهاء وهو كما هو ظاهر مذهب السادة الحنابلة هو أن المرأة بما أنها بما أنها تملك الأمة ويجوز لها أن تبيعها ويجوز لها أن تؤجرها جازت أن توكل من شاءت في تزويج أمتها واضح فقالوا إن الولاية لا تنتقل عن طريق الولاية وإنما تنتقل عن طريق الوكالة فجازت أن توكل أي رجل أن يزوج أمتها فإذن عندنا في مسألة أي رجل عندنا في مسألة تزويج إماء الحرائر ثلاثة مذاهب المذهب الأول يقول إن الحرة تلي عقد أمتها والمذهب الثاني لا تلي وإنما يلي وليها والقول الثالث لا تلي ولكن توكل من شاءت مذهب السادة الحنفية له وجهة من النظر وهو أن السيدة تصرف في أمتها كيف مشاءت لأنها تملكها ملكا تام فجازت أن تتصدق بها أن تهبها أن تؤجرها فالزواج كذلك نوع من المعاملة فالزواج كانت تقريب بالنسبة للسيد عندنا في الثلاثة ما عندنا مشكلة بالنسبة للمرأة تكلمنا على البنات وأما إذا كان لها عبد فقلنا هي توكله لنفسه تقولها تزوج إذا أذنت له إيش في الزواج واضح تبقى معنا مسألة واحدة وهو إيش هل يجبر السيد أو الحرة العبد الكبير على الزواج قال المصنف أو أعيد القراءة من جديد وللسيد تزوج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهن وله تزوج أمة موليته بإذن سيدتها بإذن سيدتها أي بوكالتها نعم ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وهذه المسألة التي وقع فيها الخلاف هل يجبر العبد الكبير على النكاح أم لا وقع الخلاف بين الفقهاء على مذهبين فذهب السادة الحنفية والمالكية إلى أن السيد يجبر جميع عبده جميع عبده كبارا وصغارا دكورا وإناثا الحنفية والمالكية رحمة الله إن السيد حر فيما ملكت يمينه من عبيد ومن ومن إما جاز له الحق أن يزوجهم ولو جبرا وأما السادة الشافعية في الجديد والحنابل يقولون إن السيد لا يملك أن يجبر عبده على النكاح والسبب الخلاف فيما بينهم هو هل عقد النكاح من الحقوق الخاصة بالعبد أو هي من حقوق السيد فالحنابل والشافعية يقولون هذا حكمه حكم الأكل والشرب ولا يمكن أن يلزمه بذلك وقالوا والقاعدة تطرد في الطلاق كما أنه لا يجوز له اتفاقا أن يجبره على أن يطلق كذلك لا يجبره على النكاح والحنافية والمالكية قالوا لا قالوا هو يملكه هو إيش يملكه ملكا ومن حقه أو ومن توابع الملك أن يزوجه لأن له فيه مصلحة بدليل أنه يجوز أن يزوج الأمى واضح كأنهم يقول لهم بما أننا اتفقنا على معظم المسائل فتلحق هذه المسألة بالاتفاق واضح الشافعية والحنابلة يقولوا لا لأن قلنا يجوز أن يجبر الأمى الكبيرة لأنه هو أصلا يملك الاستمتاع منها فجاز أن يجبرها على النكاح ولكن لا يملك الاستمتاع بالرجل فلهذا لا يجبره على ذلك واضح ولكن ما ذهب إليه السادة الحنفية والمالكية أقوى لأن هذا حق من حقوق السيد واضح وخاصة إذا أراد أن يزوجه من أمة حتى يكون الأولاد له من نتاجه فهذا من حقه وهو تابع للملك واضح إذن الآن أكملنا كل مسائل الجبر في الولاية أعد ماذا قال المصنف وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر الآن انتهى المصنف من مسائل الرق في الولاية وسيدخل لنا في مسائل الكفاءة في الرق موقنا الرق قاضح في الولاية وقاضح في الكفاءة لأن العبد ليس كفء للحر واضح وشرط نكاحي الكفاءة كما تقدم طيب بدأ الآن في هذه المسائل المسألة الأولى وهي اقرأها وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر وأيما عبد تزوج من غير مواليه فهو عاهر طيب الآن تكلمنا أن العبد هل يجبره أم لا يجبره طيب هل يستقل العبد من أن يزوج نفسه من تلقاء نفسه أجمع العلماء على حرمة هذا التصرف وأنه لا يجوز للعبد أن يزوج نفسه من غير إذن صاحبه واضح باتفاق باتفاق اتفق العلماء وما ساقه المصنف أيما عبد تزوج من غير إذن وليه فهو عاهر أي زان هذا حديث وإن كان متكلم في إسناده أخرجه أبو داود وابن ماجة والصحيح وقفه على ابن عمر وعاهر بمعنى زان وإن كان ليس بزان حقيقة إلا أنه في حكم من فعل ذلك لأنه تزوج من غير إذن وليه وهو لا يملك نفسه واضح طيب اتفقوا لا يجوز أن يزوج العبد نفسه طيب وإذا زوج نفسه من غير إذن مولاه هنا الفقه واضح نحن قلنا لا يجوز له أن يفعل طيب إذا فعل ما هو الحكم ماذا قال المصنف وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر طيب قلنا اتفقوا أنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك طيب إذا أقدم وزوج نفسه ما هو الحكم السادة الشافعية والحنابلة يقولون إن النكاح باطل إن النكاح باطل السادة الحنفية يقولون إنه موقوف على إجازة سيده إذا أجازه سيده جاز وإذا لم يجزه فهو مفسوخ وباطل والمالكية قالوا هو صحيح وللسيد أن يفسخ لا تعرف أين تظهر ثمرة الخلاف إذا أعتقى إذا أعتقى بعدما تزوج فعلى قول لأعمى الثلاث هو باطل وعلى قول المالكية هو صحيح لا إذا قلنا إذا قلنا لا يجوز له أن يلي عقد النكاح إذا زوج نفسه من غير إذن وليه الشافعية والحنابلة حسموا المسألة فقالوا مثلما أنه لا يجوز وعدم الجواز يترتب عليه الفساد فقلنا إن هذا النكاح باطل كأنه لم يقع واضح؟ المالكية قالوا بما أن هذا النكاح ينقصه إيش؟ ينقصه رضى السيد فلهذا مسألة هي النهي عنها خارج عن المحلة كأن عقد النكاح مكتمل فلما احتجنا فقط للإذن فهو إذن نكاح يصح إلا للسيد أن يفسخ الحنفية قالوا لا لما كان الرضى شرط توقفنا ونقول للسيد تجيز أم لا تجيز فإن جازه صح النكاح وإن لم يجزه فهو مفسوخ واضح؟ متى تظهر طمرة الخلاف إذا مثلا عبد تزوج من غير إذن مولاه وأعتقه مولاه وهو لا يذري ما هو حكم ذلك نكاحه؟ على مدحب الشافعية والحنابلة أصلا كان نكاح باطل فهو مفسوخ وعلى مدهب الحنفية مفسوخ لأنه يتوقف على إذن السيد ولا يوجد الآن إذن سيد لأن العبد صار حر فهو مفسوخ وأما على مدهب المالكية هو صحيح واضح؟ لأن على مدهب المالكية السيد يملك الفسخ أما الإمضاء فهو ماضي واضح المسألة؟ طيب ماشي كثير طيب لا انتظر ذاك في الحمل خلينا فل الآن اتفقوا على أن السيد لا يجوز له أن يزوج نفسه من غير إذن مولاه وإن فعل من غير إذن مولاه العبد أن يتزوج من غير إذن مولاه اتفاقا طيب إذا فعل وزوج نفسه ما هو الحكم؟ السادة الشافعية والحنابلة قالوا إن النكاح باضل لا يترتب عليه شيء كمن باع ما لا يملك لغيره أنت جئت إلى شخص وقلت له تشتري مني هذه السيارة وأنت لا تملكها فبيعتها ما هو حكم هذا البيع؟ باطل لأنك أصل أنت لا تملكها فيقولون إن العبد لا يملك نفسه فكيف يزوج نفسه؟ واضح؟ الشافع الحنفية قالوا إن هذا النكاح متوقف على إذن الولي فإن أدن الولي يجاز وإن لم يأذن فهو باطل على الأصل والمالكية قالوا لا بما أنه أركان العقد زوج وزوجة وولي الزوجة والمهر موجود فالنكاح قائم وقع الخلال في صفة فلهذا نقول إن النكاح صحيح ولكن السيد له أن يفسخ هذا العقد واضح المسألة؟ طيب وإن كان ما قال السادة الشافعية والحنابلة أقوى لأن النهي يقتضي الفساد وخاصة هنا أن المسألة في مسألة الأبضاع والأصل في الأبضاع التحريم حتى يتبت الحل واضح؟ وهو تصرف في غير ما يملك النكاح حكمنا ببطلانه طيب ماذا يترتب على ذلك؟ قال المصنف وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر طيب انتظروا الآن عندنا قلنا لا يجوز له أن يلي العقد فولي العقد وقلنا إن وقع العقد فالعقد باطل وقع العقد فكيف نقول؟ نقول إذا زوج العبد نفسه من غير إذن سيده فلا يخلو حاله من أمرين إما أن يكون دخل بالمرأة وإما أن لا يكون دخل فإن لم يكن دخل المسألة واضحة تفسخ وليس لها نصف المهر ليس للمرأة شيء واضح لأنه نكاح فاسد لا يترتب عليه نصف المهر لأن نصف المهر بنسبة للنكاح الصحيح انطلقها قبل الدخول طيب المشكلة إذا وقع الدخول إذا وقع الدخول عادة يكون عندنا مسألتين عندنا مسألة المهر لأن المهر يتبوت بالاستمتاء وعندنا مسألة إذا وجد الأولاد واضح؟ طيب بالنسبة لمسألة المهر اتفقوا على أن المهر يتحمله العبد لأن السيد لم يأذن واضح؟ كما قال المصنف كجنايته إذا جان العبد وضرب أحد ولو قطع يد أحد ما يتحملها السيد يتحملها العبد فأول مسألة في المهر يتحملها إيش؟ العبد لأنه تصرف من غير إذن سيده لكن كونه يتحملها كيف يتحمل العبد هذا المهر عندنا في ذلك مذهبا قال المصنف إيش قال فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته فمهرها في رقبته لفظة رقبته هذه ضع لها خط فمهرها في رقبته عندنا في تحمل جناية العبد في المهر عند الفقهاء نظريتان بعد اتفاقهم على أن العبد هو الذي يتحمل المهر العبد هو الذي يتحمل المهر طيب إما أن يكون يتحمل ذلك في رقبته وإما أن يتحمله في ذمته فأما كونه يتحمله في رقبته فهو مذهب جمهور الفقهاء السادة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا إن جناية العبد في المهر في رقبته وذهب السادة الشافعية إلى أنه يتحملها في ذمته إيش الفرق بين الرقب والذم في مسألة الرقب يتحملها في ذاته إذن لابد نأتي به الآن إما لابد يدفح الآن أو نبيعه لأنها متعلقة برقبته وأما إذا قلت هي في ذمته يبقى إلى أن يعتق إذا أعتق يسدد واضح متحمل مثل إنسان له مال وعليه كفارة يخرجها الآن طيب ما عنده مال بقي في ذمته إلى أن يأتي فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وهنا هو إيش في ذمته إلى أن يعتق واضح وفي رقبته في رقبته يتحملها الآن في ذاته انتظر لا طيب هو المالك يخسر لكن والآخر من يضمن الآن عندنا في قاعدة في الفقهة كل جناية لها ضمان الضمان لا يسقط طيب من يضمن فلا يمكن أن تقول السيد يضمن لأن السيد لم يأذن فإذا لم يد أن يضمن العبد طيب كيف يضمن العبد وهو لا يملك فإذا يضمنها في رقبته فكيف نفعل نقول للسيد إما أن تسدد ويبقى لك عبدك كامل أو أننا نبيعه نسدد ونرد لك البقية لأن الجناية إما أن تكون أقل من قيمة العبد وإما أن تكون مساوية وإما أن تكون أكثر فإما إن كانت أقل فالسيد بالخيار يدفع ويأخذ عبده أو يباع عبده ويرض عليه البقية وإذا قال أنا لا أدفع وكانت أكثر أخذ العبد في مقابلها وإذا كانت أكثر من يتحمل البقية يباع العبد والبقية تبقى في رقبة الله يفتح عليك لأن السيد لا يتحمل واضح ولا يمكن أن يكلف أحد ما لم يجني يده واضح المسألة هو نعم لأنه فقد ماله لأن هناك جناية لابد أن تضمن لابد أن تضمن الجناية لابد بما أنه فيه نكاح ودخول لابد من مهر من يسدد المهر الذي جنى مثل ما لو أن العبد جنى لو أن العبد راح وقطع يد إنسان لابد أن يفذى بذلك نعم هو لابد أن يخسر لكن لا يمكن أن يخسر الطرف الآخر إذا بقي ما فهمتك العبد لا إذا بقي لا ما يتحمل ذلك لا تبقى في دمة العبد إلى أن يسدد لأنها جناية واضح المسألة طيب الشافعية لوجود هذه الإشكالات قالوا لا إن في الدمة إلى أن يعتق وإذا ما أعتق بقي في دمة إلى يوم القيامة أعد الجملة وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر وإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفتديه السيد بأقل من قيمته أو المهر لاحظ إلا أن يفتديه السيد بأقل من قيمته لأن إذا كانت أكثر من قيمته ولس بمطالب يقوله خدوه أو المهر أقل من قيمته أو المهر نعم مسألة ثانية ومن نكح أمة على أنها حرة طيب الآن الكفاءة عبد الآن إذا غرر الحر أو عبد وتزوج إمرأة على أسس أنها هي حرة وهي عبدة هي في الحقيقة عبدة وزوجت وغررت وقالت بأنها حرة ما هو الحكم ومن نكح ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه آه فله فسخ النكاح فله قول فله دليل على أن النكاح ثابت بخلاف النكاح الأول فهذا يدل على أن النكاح قد يدخله الغرر فرجل مثلا تزوج إمرأة فبانت تزوج نواها أن تكون مثلا شقراء فوجدها صمراء هو بالخيار إما أن يمضي النكاح وامرأة لكن ليس بباطل واضح فهذا أول دليل على أن النكاح يدخله إيش يدخله الغرر فإذا تزوجها وهو حر وهي إيش وهي أما فكشفت على حقيقتها هو بالخيار وما ماذا قال المصنف ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول مثل ما قلنا في مسألة العبد دخل أو لم يدخل إذا لم يدخل ما عليه شي لأن النكاح إيش لأن النكاح مغرر به لكن إذا دخل ما هو الحكم إذا دخل اقرأ وإن أصابها فلها مهرها وإن أصابها يعني إذا دخل أيها طيب واصل وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته طيب الآن الآن المرأة إذا كانت أمى وغررت الزوج فتزوجها إذا لم يدخل ما عندنا مشكل إذا دخل إذا دخل عندنا ثلاثة أحكام الحكم الأول هل يستقر هذا النكاح ما لا يستقر الحكم الثاني ما هو حكم المهر والحكم الثالث ما هما حكم الأولاد ثلاثة مسائل طيب هل يستقر العقد أم لا قلنا هو نكاح إيش مغرر به صح فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي مثل رجل أراد أن يتزوج وكانت هناك أختان وهو قالوا له صنعتك الصغرى ولما دخل وجد الكبرى ما هو الحكم هو بالخيار إن شاء يمضي النكاح وإن شاء يفسخ واضح لكن لا يحكم بأنه إيش بأن أي لماذا لا يحكم ببطلان النكاح استغفر الله يحكم ببطلان النكاح لأن الغرر إما أن يكون في الصفة وإما أن يكون في الذات هو خطب الصغرى فأعطيت له الكبرى نكاح باطل لأن هنا خلاف في إيش خلاف في الدات لكن هنا تزوج امرأة وهي حرة فطلعت بأنها أنها عبدة فإذن الخلاف في إيش الخلاف في الصفة مثل ما هو قدمت له بأنها بيضة وأنها كذا وبعدين طلعت سودع وهو ما أراد فنقول له لا أنت بالخيار لكن ليس النكاح باطل لأن الغرر وقع في إيش وقع في الصفة أما إذا وقع في الدات فيكون هناك بطلان واضح المسألة طيب لم صفة لأن الحرية والعبود لكن هي هل هي فلانة قال آه فلانة وقالت هي حرة فهي عبدة إذن ما وقع الغرر في الدات وقع في صفة لهذا تبت له الخيار لكن لو قيل له تتزوج الصغرى فجئه بالكبرى نكاح باطل لأن الخلاف وقع إيش وقع في الدات واضح طيب إذا لم يدخل بطل النكاح إذا لم يدخل إذا دخل عندنا ثلاثة مسائل هل هذا النكاح يستقر أو لا يستقر ما هو حكم الأولاد وما هو ما هو حكم المهر نأتي إلى المسألة الأولى وهي هل النكاح يستقر أم لا لماذا قلنا هذا السؤال هل النكاح يستقر أم لا لا لأنه هو بيش في غرر لأنه هو بالخيار طيب إذا وافق قال هي عبدة خلاص أنا أريدها لا إذا هو وافق يأتي أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج العبدة إلا بتلاتة شروط ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم أن لا يجد حرة وهذا اتفاق لا يجوز للحر أن يتزوج العبدة إلا إذا لم يجد طول واضح فإذا نقول له طيب قال أنا خلاص وافقت على أنها عبدة نقول لا ننظر في حالك هل وجدت فيك شروط من يتزوج الأمى أم لا إذا لم يجد لابد أن يفسخ أن يكون النكاح أن يفسخ النكاح واضح مثل أنا أضرب مثال إذا اشترطنا في الرضاعة خمسة رضاعة خمسة رضاعة إذا تزوجها فعلم بأنه أخته من الرضاعة فماذا نقول نقول له لابد أننا ننصدر هل تحققت خمسة رضاعة فيبطل النكاح أو لم تتحقق فيجوز النكاح فنقول له الآن إذا رضي بأن يتزوج الأمى ننظر هل توفرت فيك شروط من يجوز له أن ينكح الأمى أم لا فإن توفرت الشروط أمضينا العقد وإن لم تتوفر أبطلنا النكاح واضح طيب ما هي الشروط متى يجوز للحر أن يتزوج ألا يملك مهر الحرة لا أمته ينكحها من غير اقرأ الآية اقرأ الآية اقرأ الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح لمحصنات المؤمنات أيوة ثلاثة شروط الشرط الأول هو أن لا يجد طولا للحرة لا يجد قدرة على نكاح الحرة واضح الشرط الثاني الشرط الثاني ومن لم يستطع يعني ما فيه صبر وإلا إذا يستطع أن يصبر ويصوم يقول له لا يجوز والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة من فتياتكم المؤمنات الرجل الأراضي يتزوج لأ النصراني يقول لها أنت حر تزوج يجوز أن تعقد على الكتابية لكن هي أمة وكتابية لا واضح فهذه ثلاثة شروط لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا وجدت ثلاثة شروط الشرط الأول أن لا يجد طولا وقدرة على الحرة والشرط الثاني أن يكون قد بلغ العنت يعني ما يستطيع يصبر لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن وأن تصبروا خيرا لكم الصبر خيرا من زواج لأن أولاده سيكون أرقاء لأن الأولاد يتبعوا الأم والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة طيب أكيد أمة تغيره واضح لو معه مهر انتظر عبد الرحمن أيوة لا يجوز إذا مالك الطول للحرة إقرأ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات اتفقوا أن المحصنات هنا الحرائر ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم واضح طيب هذه الشروط الثلاثة طيب هذا المسألة الأولى وهي استقرار العقد يأتي المسألة الثانية وهي مسألة المهر ماذا قال المصنف إقرأ الآن وإن أصابها فلها مهرها وإن أصابها فلها مهرها أيوة واصل وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته أيوة ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما طيب انتظر قال المصنف أما بالنسبة للمهر بما أنه وقع دخول ووقع استمتاع لا بد أن يتبط المهر ولا بد أن يدفع هو المهر واضح ولكن قال المصنف ولكن يرجع على من غره واضح طيب يدفع المهر ويرجع وإذا وجدت له أولاد يفتديهم ويرجع على من غره واضح طيب هنا عندنا مسألة في مسألة الرجوع أولا الحنابلة يقولون أنه عندنا مسألة المهر قلنا يدفع لأنه وقع هناك نكاح وماذا ويرجع على من غرر الجمهور يقولوا لا هو يدفع لكن لا يرجع يدفع ولا يرجع لماذا قالوا لأنه هو استفاد بالاستمتاع واضح هو استفاد بالاستمتاع وهذا قول جمهور الفقهاء السادة الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إنه يضمن المهر لوجود الاستمتاع ولكنه لا يرجع على من غرر لوجود الفائدة الحنابلة قالوا لا يرجع على من غرر قالوا وبذلك قضى أبو بكر وعلي قضى عمر وعلي فقد أفتوا بأنه يغرم في ذلك طيب هذه مسألة المهر نأتي المسألة الثانية وهي مسألة إيش مسألة الأولاد مسألة الأولاد اتفق العلماء أنهم أحرار وإن كانت أمهم إيش أما لوجود الغر فالأولاد أحرار ولكن لا بد أن يفديهم في مسألة الفداء عندنا مسألتين اثنين وقت الإفداء وكيفية الإفداء أما كيفية الإفداء فيفديهم بقيمتهم يقوم ويدفع طيب وقت الإفداء وقع فيه الخلاف جمهور الفقهاء قالوا يفديهم وقت ولادتهم والسادة الحنفية يقول يفديهم وقت الخصومة واضح؟ والأولاد في الرجوع الرجوع ما عدنا خلاف لابد أن يرجعوا على من غرر لأنه لم يستفد من الأولاد واضح المسألة؟ طيب نعيد من غررته امرأة ودخل بها عندنا ثلاثة مسائل استقرار النكاح والأولاد والمهر أما المهر فلا بد أن يدفعه لوجود الاستمتاع ولكن هل يرجع على من غرره وهو قول الحنابلة أو لا يرجع وقوه قول الجمهور لوجود الاستمتاع أما الأولاد إذا ولد له فاتفقوا أن أولاده أحرار ولا بد أن يفديهم وكيف يفديهم بقيمتهم طيب متى يقوم على قول الجمهور وقت ولادتهم وعلى قول السادة الحنفية عند الخصومة مثال رجل تزوج امرأة فأنجب منها ولد وبلغ خمسة سنوات بعد ما بلغ الولد خمسة سنوات جاء السيد والطالب وقال هذه أمتي فتبين بأنها إيش أنها ليست حر فنقول هذا الولد الذي عمره خمسة سنوات هو حر وهو لك لكن لابد أن تفديه تفديه بقيمته على قول الجمهور لما كان لما ولد هذا الولد وهو صغير كم كانت قيمته قال قيمته مثلا غرأ فيلزم بأن يدفع غرأ ويرجع على من غرره وعلى مذهب الحنفية يقوم وعمره عند الخصومة وعمره خمسة سنوات قال قيمته مثلا غرأتان فإذن يدفع غرأتان ويرجع على من غرر ومن الذي غرره الولي الذي زوجه واضح المسألة طيب هذا في مسألة الأولاد ومسألة المعر أعد المجمو لا لا تعتق هذه أم الولد إذا أولدها سيدها وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته فولده حر يفديه بقيمته يفديه بقيمته كذلك على قول جماهير أهل العلم يفدي بالقيمة ويرجع بما غرم على من غره ويرجع بما غرم الرجوع بالنسبة للمهر خلاف قول الحنابلة فقط وأما على الأولاد فاتفاقهم ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام هذه المسألة الأولى التي قلناها هي مسألة هل يستقر أم لا قال بعد ذلك قال يفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له وينتتزوج الإمام طيب هو عنده مال وقال خلاص أنا أريد أوقع معه نقول له لا هي أمى ولا يجوز لك أن تتزوج الأمى لأنه لم يوجد فيك الشر واضح أخي واضح يفسخ يفسخ النكاح لأنه لا يجوز له أن يتزوج مثل من تزوج أخته من الرضاء لا يجوز له فكذلك الأمى لا تجوز إلا بالشروط ولم تجد فيك الشروط أي أعلى الجملة ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضاء فهو رقيق طيب أيوة إذا وجدناه بأن توفرت فيه الشروط توفرت فيه الشروط فأرد أن يبقى على نكاحه نقول نعم الأولاد الأوائل أحرار أما الأولاد الذين سيولدون لك من الآن فيكونوا عبيد لأنك تزوجت أمى وأولاد الأمى تابعا له وأما الأولاد الأولين لم يكنوا تبعا للأمى وإنما كانوا تبعا للحرة واضح المسألة ورضي بذلك فلهذا طيب إذا قلنا بأنه طيب المهر المهر المسمى أو لمهر المثل إقرأ ليش لا إقرأ إلا أعيد جملة المهر وإن أصابها فلها مهرها فلها مهرها خلاف هل لها مهر المثلي أو لها مهر المسمى واضح طيب وبذلك يكون المصنف نحن تكلمنا على هذه لأن هذه الأحكام كانت متداولة على عهد علماءنا وعلى عهد سلفنا بل إلى العهد القريب ليس بالبعيد ولكن الآن الله المستعن وإن كنت أنا أعرف بعض مشايخي ممن درست عليهم يملكون عبيد وإماء إلى الآن ما زالوا موجودين يعني وقال الآن نحن لم نحررهم طيب وفي هذا القدر كفاية وصلواته ربه وسلامه على سيدنا محمد